قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تدعم سياسة التعاون والسلم في المنطقة مشيرا إلى أن جمهورية الإسلامية تشارك في المحادثات النووية للحصول على حقوقها المشروعة وستدافع عن ذلك وفي موضوع آخر تقام في طهران غدا انتخابات رئيس مجلس خبراء القيادة والذي يعتبر أعلى هيئة إشرافية في البلاد ومن أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة المجلس الشيخ أكبر هاشمي رفسنجاني وسيد محمود هاشمي شهرودي في موقف آخر يؤكد على استعداد الجمهورية الإسلامية للتعاون مع الدول الصديقة قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ليست لديها سياسة لاحتلال أراضي الدول الأخرى وأنها تريد التعاون لتحقيق السلم وقال روحاني خلال خطاب ألقاه في طهران إن الفريق النووي الإيراني المفاوض يكافح للحصول على حقوق الجمهورية الإسلامية المشروعة وأن الهدف سيتحقق بإرادة راسخة من جانب آخر أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الحظر المفروض على إيران ظالم ولا شرعي وغير مؤثر مؤكدا بأن السبيل الوحيد للوصول إلى الاتفاق النووي يتمثل بالمصلحة المتبادلة وإلغاء الحظر كله وقال شمخاني أن إيران منحت الطرف الآخر الفرصة في المفاوضات ليعمل على أساس المنطق وفي إطار القانون الدولي لإنهاء هذه الأزمة المصطنعة وفي شأن عسكري أزدلت القوة البحرية في الجيش الإيراني الستار اليوم عن مدمرة محلية الصنع بتول 90 مترا وبسبع طوابق ورادار مرحلي ومنظومتين توجيه وقيادة متطورة للغاية وفي موضوع آخر تجرى في طهران غادا انتخابات لرئاسة مجلس خبراء القيادة لتعين شخص في هذا المنصب الذي ظل شاغرا بعد وفاة آية الله مهدوي كني ومن أبرز الشخصيات المنافسة في السباق آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني الذي من المحتمل انسحابه لصالح المرشح المعتدل آية الله السيد محمود هاشمي شهرودي لكن تظل المنافسة في اللحظات الأخيرة سيد الموقف وقد أعلن رفسنجاني أنه سيشارك حتما في المنافسة للحصول على كرسي الرئاسة في حال مشاركة شخصيات محافظة كمحمد يزدي وأحمد جنتي